قصة وكلاء اللاعبين دي محتاجة حلقة عشان نتكلم فيها لأنه المهام الوظيفية إنجاز التعبير يعني أو التوصيف الوظيفي لفكرة وكيل اللاعبين بره في أوروبا يختلف تماما جدا عن قصة عندنا هنا في مصر والأرقام طبعا نحن نتكلم على ناس low profile جمهور الكرة يمكن ما يحسش بيهم بشكل كبير جدا لأنه لكنهم واحد من أهم الأضلاع الرئيسية في نجاح مشوار الأنداء ومشوار اللاعبين نفسهم وشوفنا على سبيل مثال أنا بتهيألي طبعا جزء كبير من النجاح مثلا لو خدنا على سبيل مثال محمد صلاح هو فكرة وكيل اللاعبين اللي قدر أنه هو ياخد صلاح ويمشي معه مشوار بعيد جدا ويوصل به لمستويات من النجاح ما كانتش ممكن تتكرر مثلا مع وكيل مصري مش تقليلا أبدا من الوكا المصريين لكن للأسف شديد يمكن يعني الجزء الأكبر عندنا هنا في مصر بيتم اغتزاله في فكرة السمسرة لحظة عقود البيع والشراء والتوقيع أكتر من كده الأدوار ممكن تبقى محدودة شوية وعدد قليل قوي هو اللي بيقدر أو بيحاول يشتغل بشكل احترافي نيجي بقى القصة مودست والسن الناس كتير قوي هجمت الصفقة بس مجرد ما تم اللي علانة أنا أخد بال همتكلم على لاعب دولي في منتخب كبير منتخب بطل عالم منتخب مرشح دايما لأنه يكون صاحب مركز أول أنتوني مودست مهاجم دولي في منتخب فرنسا أو كان مهاجم دولي في منتخب فرنسا لعب مع منتخب فرنسا أيضا وجوده في المرحلة الأخيرة مع بروسيا دورتموند ممكن حد يقول الأرقام ومش الأرقام والموسم الأخير أخير ما كانش موفق قوي لكن ده لا يقالل أبدا من إمكانيات أنتوني مودست بالعكس يمكن لما تقارن أو تشوف أرقامه ومشواره وتأثيره مع كل الأندية وانا أستعرضها معك النهاردة عشانا بحب قوي لغة الأرقام وبحب قوي قصة الوراء والألم تشوف أنه قد إيه هو لعب مؤثر ومعندي شك كمان أنه في التوقيت ده أو في المرحلة دي الخبرة بتلعب دور كبير جدا 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 وأعتقد أنه مستر مارسل كولر يقدر وده رهان تاني أنه أنتوني مودست مع مارسل كولر توليفة دويتو تقدر تراهن عليه جدا 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 في نجاح الصفقة إن شاء الله وإنها تأدي الدور المطلوب منها في الفترة اللي جاية لكن هرجع مرة تانية للمشوار وللخبرة طبعا طيارة بتاعت النادي الأهلي أقلعت من مطار القاهرة وده لقطات لطائرة النادي الأهلي اللي طبعا بتسفر على يعني علاماتنا طائرة خاصة للمملكة العربية دي شطات من داخل طائرة النادي الأهلي نتمنى لهم طبعا يوصلوا بالسلامة ونتبع مع حضرتكم على مدار الأيام اللي جاية يعني بكرة حالة السادسة هنخصصها بشكل كبير جدا طبعا لتفاصيل رحلة الأهلي في السعودية في أول آية من النهاردة كان فيه تامرينة صبح تامرينة خفيفة كده 40 دقيقة تقريبا وشارك فيها مودس زي ما حضرتكم شفتوه في الدقاية الأولى من حلقة النهاردة واللعيب استقبلته ودخل في الأجواء وبأكد مرة تانية أنه من ناحية البدنية هو جاهز من ناحية الفنية هو جاهز يبقى فكرة قدرته على أنه يدخل مع مستر مارسل كولر يدخل مع الفريق حالة الانسجام ولو أني أعتقد أنه لاعب خد بالك أنت تتكلم على لاعب لاعب في 14 نادي تقريبا طول مشواره ففكرة الانسجام فكرة أنه يدخل ما أعتقدش أنه هتاخد منه وقت كبير وأعتقد كمان الجزء اللي يضيف لمارسل كولر اللي الناس ممكن تشوف فيه ناحية سلبية أنا معاك طبعا أنه السن كبير مش هتقدر تستفيد به لسنين طويلة الاستفادة بتاعتك كنادي أهلي ممكن تكون مقتصرة على النواحي الفنية النواحي المالية مش هتقدر بعد ما تشتغل معي أو يشتغل معاك سنة أو اثنين موسم أو اثنين تقدر تبيعه تكسى فيه لكن ما عنديش شك أنه حجم التحديات الموسم ده على الأقل ممكن جدا جدا أنتوني مودست يعني موهبته وخبراته تنفجر وتضيف لنادي الأهلي اللي كان بيدور عليه ميستر كولر كولر بيدور وبينادي من ساعة مجل نادي الأهلي إنه محتاج مهاجم بمواصفات أنتوني مودست قد كان راجل عنده إمكانيات كبيرة جدا داخل الصندوق ويختلف جملة وتفصيلا عن كل مهاجم النادي الأهلي سواء كنت بتكلم على كهرباء الستايل ومختلف تماما أو عن صلاح محسن اللي برضو ليه ستايل ثالث فبالتالي الثلاثة أوراق دول هيخدمه قوي تحضير ميستر مارسل كولر لمشوار بطولات النادي الأهلي إن شاء الله وأولها طبعا مبارات اتحاد العاصمة السنة الجاية نستنى نستنى بحب دايما خير التجربة أو خير دليل دايما عن طريق التجربة جرب وشوف وحكم بنفسك في الآخر صفقات كتير جدا جدا انتظرنا منها كتير وكانت النتيجة مش على مستوى التوقعات وصفقات تانية انتقضناها وهجمناها وما كناش راضين عنها وأصبحوا من أهم أوراق ونجوم الفريق مش على مستوى الأهلي بس بكلم عن مستوى الدوري المصري